بسم الله الرحمن الرحيم معاكنونا الحرفة من قناة على المطبخ النهاردة هنعمل الصمية الأمر اللي قدامنا دي ده طاج المسقعة باللحمة المفرومة أكلة طبعا كلنا عارفينها وكلنا كنا أهلين بيعملوها لنا وكانت يعني أكلة أساسية وكلنا بنحبها النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة جدا يعني مش هتقف كتير قدام الفرن ولا حتقلي ولا زيت يطرتش ولا أي حاجة تعال نشوف احنا عمل ناس دي بأبسط طريقة معنا حل على النار حطين فيها معلقتين من الزيت حطينا فيها مكعبين من التوم وحنستنى طبعا لما التوم بتاعنا تطلع رحته ويتشوح معنا مش هنحمره طبعا اهو زي ما انت شايفه أول ما يوصل معك كده وتشمي رحته وتنزل عليه بالطماطم طبعا ضربها في الكبة بقى في الخلاط زي ما انت عايز وحنسبك حب الطماطم صغيرين على قد الطاجم بتاعك وحتحطي عليها بقى أي معلقة من البابريكا وحتحطي فلفل أصمر وطبعا هتزبطي الملح وحنحط طبعا معلقة كمان من السكر عشان تعادل الحمودة بتاعت الطماطم اهو فلفل أصمر وبابريكا وكموت وبعد كده حننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الزيت وحننقلبها بقى كويس وحنسيبها بقى تسبك مع بعضها يعني الأكلة بتاعتنا مش هتاخد معاك وقت خاص معنا هنا بصل مبشور على فلفل أخضر ونزلنا بفلفل ألوان ومعنا نصف كيلو من اللحمة المفرومة وحنعمل أحلى تعصيجة لحمة وطبعا حطينا عليها مكعب برضو مينيتو اهو على النار في طاصة هي وحنقلب بقى كويس قوي وحننعصج اللحمة بتاعتنا تعصيجة طبعا عملناها كزا مرة مع بعضينا اهو زي ما احنا شايفين هنا معنا بقى الفلفل المكبب ومعنا الشطة الخضرة ومعنا البتنجان ودول اللي احنا حنقليهم من غير بقى زيت وترتاشة ولا اي حاجة انا عملت معاكم البتنجان الطويل قبل كده بنفس الطريقة شوفوا بقى الطريقة المرة دي حنحط طبعا للحمة بتاعتنا معلقة من البابريكة وطبعا البابريكة دي بتعزز اللوم بتاع اللحمة وبالطعامها وحطينا فلفل أصمر كبابا صيني السبع بهرات بهرات لحمة وحنقلب بقى كويس قوي طبعا الملحة هتزبطيها على حسب الرغبة وهتسيبها بقى ايه تتعصج اللحمة معاك او زي ما انت شايفة ما شاء الله عليها وهنحط بقى معلقة كبيرة من الصلصة المعلبة دي بقى بتطعامها برضو وبتعزز اللون وكده احنا عملنا التسبيكة وعملنا كمان اللحمة المفرومة بتاعتنا المعصق معنا هنا البتنجان قطعناه وحطنا له معلقة من البابريكة وحنحط له برضو فلفل اصمر وحنحط له معلقة من الزيت ده حنحط له بقى معلقة من الزيت احنا حطينا معلقة من الزيت على اساس ان التوابل اللي احنا حطناها تمسك على البتنجان او زي ما انت شايفة كده وبعدين احنا مش هنحط بقى ايه زيت للبتنجان خلاص هو ده الزيت اللي احنا هنعمل بيه معنا هنا الصاج اللي هنعمل فيه او الصانية اللي عندك وحنرص كده البتنجان بتاعنا ومش هنحط له اي حاجة احنا دهنين الصاج زيت وكمان حطين معلقة من الزيت على البتنجان لما قلبنا عليه ايه التوابل او زي ما انت شايفة هترصي كده بقى وطبعا مش لازم صاج ممكن في الصانية انا عملت في صانية وفعمقه في صاج او زي ما انت شايفاني بعمل اهو وهتحطيه في البتنجان على الشوية هتولعي الشوية بس بتاعة البتنجان يعني مش هتولعي البتنجان من تحت وهيطلع معاكي اكنك الياف الزيت اهو زي ما انت شايفة كده ده كده على شوية البتنجان ولا بقى حاجة بهدلت الدمية ولا ترتشت زيت ولا جبت ازازة زيت وبواستيها وبعد كده كبتيها لان طبعا احنا عارفين ان الزيت بتاع البتنجان ما بينفعشي تعملي فيه حاجة بعدي فانت كده يعني ما شاء الله ما استهلكتيش ولا هتضرتي حاجة وقادي الشطة هي ما شاء الله عليها متحمرة اكنها متحمرة في الزيت والبتنجان قدامك اهو وبعد كده بقى حنبتدي انه رص الطاجن بقى بتاعنا بنحط رقبتنجان بقى زي ما انت شايفة كده وطبعا الشطة انا ما فتحتهاش يعني الشطة محطوطة مقفولة بحيث اللي حابب بيكلها سبايسي بقى مع المساقعة يكلها اللي مش عايز حيأكل الفلفل اللي هو البارد وما تبقاش المساقعة بتاعتي كلها حراءة مش عارفين ياكلوها اهو احنا رصنا هو زي لان طبعا مش كلنا بنحب حراء ومش كلنا بنحب البارد فانت احنا بنحطها كده مقفولة احسن او زي ما انت شايفة كده اه وحننزل بقى عليها بحبة من التسبيكة كبشتين كده من التسبيكة اللي احنا عملناها اهو تحت الاول قبل ما نحط اللحمة بعد كده حننزل عليها باللحمة المفرومة بتاعتنا اللي احنا عصدناه حتاكلي طاجن رحته جاي باخر الدنيا في منطهة الروعة وفي منطهة الجميل اهو حطينا اللحمة المفرومة بتاعتنا اللي احنا عصدناها حتسوي طبعا الطاجن بتاعك بقى زي ما انت عايزة ولو عايز تعملي فصانية انت حرة برضو على حسب اللي موجود عندك والمتاح بعد كده بقى حنرس برضو الفلفل والبتنجان اللي باقي معانا وحننزل عليها الوش الطاجن بالسلصة بتاعتنا وحندخلها الفرن في الرف الاوسط حتى اخد تلت ساعة وحتطلع في منطقة الجميل تتشمع بس وتاكل ويعني مش تاخد من طعمة بعضها وتطلع بقى الطاجن الامر اللي قدامنا ده اكلة في منطقة الروعة وفي منطقة الجميل لها تاكلها بقى مع رز بشعرية رز اللي هو حبايا وحبايا زي ما انت عايزة وزي ما تحبي وما هتدرناش زيت ولا هتدرنا اي حاجة وحتحبي تعملي المساقعة دي في اي وقت لان هي يعني سهلة وبسيطة وبالفة هنوشف اشتركوا في القناة